مواجهات متقطعة تخوضها القوات الحكومية ورجال القبائل لتثبت أن لا مكان لمليشي الحوثي في مأرب بعدما تحولت رمالها وصحاريها إلى محرقة تلتهم جحافل الحوثي وتحصد أرواح المئات ممن تزج بهم المليشي إلى محارق الموت بغية تحقيق انتصارات الوهمية المعلومات الواردة من جبهات القتال في محيد المحافظة تشير إلى أن تلك الجبهات بداية من جبهات صرواح على امتدادها في المحور الغربية ومروراً بجبهات المحور الشمالية الغربية تحولت إلى مقابر جماعية تلتهم كل أنساق المليشية التي دفعت بها خلال الأيام الماضية ولم تكن جبهة الكسارة إلا حجر عثرة تكسرت عليها أحلام وأمال المليشية في تحقيق أي انتصار عند محاولتها هجمات متكررة على مواقع القوات الحكومية ورجال القبائل الذين أسقدوا أكثر من سبعين قتيلاً وعشرات الجرحة فضلاً عن وقوع أعداداً كبيرة في الأسر إضافة إلى الخسائر التي تكبتتها المليشية إثر ضربات جوية في ذات الجبهة مدفعية القوات الحكومية هي الأخرى استهتفت خلال الساعات القليلة الماضية تحركات عربات حوثية كانت تقل العشرات من عناصر المليشية في جبهة ماس بمديرية مدغل شمال غربي مأرب أسفرت عن مكثل أعداد كبيرة منهم وتدمير عربات نقل وعدد من الآليات القتالية في جبهة المشجح غربي مديرية صرواحة حاولت مليشيا الحوثي التقدم سوب مواقع القوات الحكومية والقبائل لكن الأخيرة أجبرتها على التراجع والفرار كما أسقضت القوات الحكومية طائرة مسيرة حوثية مفخخة أثناء تحريقها باتجاه مواقع عسكرية في ذات الجبهة جبهة مأرب ممثلة بصرواح وجبال مراد والكسارة وهيلان كسرت شوكة مليشيا الحوثي وأفشلت كل محاولاتها في التقدم وكلما عززت جبهاتها بأفراد جدد كلما راكمت خسائرها بشكل أكبر ما يشير بأن المعركة القادمة سيحدد مسارها أبطال القوات الحكومية والقبائل وستكون بلا شك باتجاه استكمال تحرير الجوف ومن ثم العاصمة صنعاء وباقي المناطق من كهنة العصر ترجمة نانسي قنقر